صباح الخير مرة جديدة معكم ميس ماريا معلمة اللغة العربية لصف الأساسي الأول تاريخ اليوم هو الخميس في التاسع عشر من شهر آذار سنة 2020 وهدف هذه الحصة قراءة النص هيا تلميذ الأعزاء فلنفتح صفحة 136 ونبدأ بقراءة النص عنوان النص هو أهلا يا نور أخي بين يدي أمي أخي بين يدي أمي نقطة ناديته ففتح عينيني صغيرتيني انظروا جيدا ألياء هنا عليها السكون فألفظها عينيني أما هنا في الكلمة الثانية لا يوجد حركة فوق حرف الياء فأقراها صغيرتيني نكمل ونظر ونظر إلي كأنه يعرفني ناديته ففتح عينيني صغيرتين ونظر إلي كأنه يعرفني قلت لأخي انظروا أيضا هنا الياء ليس عليها حركة فلفظتها أخي جلدك ناعم أنت لا تشبه الوطوات لا ألفظ الألف وأنت أجمل من الهر أهلا بك يا نور سأعيد قلت لأخي قلت لأخي جلدك ناعم أنت لا تشبه الوطوات وأنت أجمل من الهر أهلا بك يا نور للمنزل سيكون لدينا قراءة صفحة 136 ثلاث مرات أراكم قريبا إلى اللقاء قد لأخي